في المجمل النادي الأهلي عنده نقاط قوة كبيرة جداً النادي الأهلي ما بيقفش على مباراة وده مهم قوي لأنه كمان عنده مبارتين في القاهرة مباراة الماريخ مش هتبقى بره مصر لأنه فيه كلام كبير وكتير كان في الفترة الأخيرة لأنه النادي الأهلي لعب مباراة الماريخ الفاتت في الساد السلام رغم أنه أصلا المعاصقر بتاع السودان أو بتاع الماريخ موجود في الساد السلام علشان تتردلوا في مباراة العودة هنلعب في الساد السلام برضو وهنبديك عدد من الجمهور السوداني يخش عكسة مثلا مباراة سانداونز تلعب في أستاذ قاهرة لأنه سانداونز لعب المريخ في أستاذ السلام فقال لك لا نبدله الملعب علشان ما بقاش واخد عليه قوي لكن مبارتي أو مبارتي الجولة الخمسة أو السادة بإذن الله هتكون في أستاذ السلام فرصة كبيرة لنادي الأهلي لازم يحقق الفوز على المريخ لأنه ملوش مأمن الهلال أنه في أم درمان في الخرطوم بعد ضمان التآهل لسانداونز إنه يخسر سانداونز إنه الأهلي محتاج مباراة واحدة من المباراتين دول يفوز فيهم محتاج المباراتين أو على الأقل فوز وتعادل في المباراتين لكن لو الهلال تفوق على سانداونز في الجولة اللي جاية هيخلي جولة سادة والأخيرة قمة النار والشرار حتى ولو في القاهرة ما تضمنهاش بالمر ولذلك لازم تلعب على الفوز في المباراتين وده اللي أكده بيتسو موسماني قاله ننسى دي وننسى اللي حصل فيه مبارات سانداونز ونبدأ نلعب بالإطار التكتيك الأنسب طبعا إن شاء الله يكون جولة سادة يكون كمان متخبنا إن شاء الله تأهل كمان لكأس العالم مباراتين 25 و29 مارس بإذن الله مباراتين الحاسم أمم السنغال إن شاء الله تبقى الأمور ماشية بشكل كويس وتتعدل الأمور ويكمل النادي لأهل المسيرة بعد خروج الزمالك